تستهدف توفير حماية للفلسطينيين أهما توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل وأذى جسدي وأذى معنوي أو أنهم يخضعوا الفلسطينيين لظروف معيشية بتستهدف تدمير مادي ومطالبة المحكمة لإسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الأساسية والإنسانية الملحة في قطاع غزة فورا مجلس الأمن هيعمل اجتماع طارق يوم 31 يناير بطلب من الجزائر والخارجية الجزائرية قالت إنها قدمت طلب لعقد اجتماع لمجلس الأمن اللي أعطى صيغة تنفيذية لقرار محكمة العدل لأن الجزائر بتعتبر حكم المحكمة بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب اللي استغلها الاحتلال الإسرائيلي عشان يطلق العنان لإضطهاد الشعب الفلسطيني وقمع كل حقوقه المشروعة أمين عام الأمم المتحدة هيحيل ثورا الإختار بالتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية لمجلس الأمن لأن قرارتها ملزمة هو واثق إن كل الأطراف هتلتزم بيها بموجب إيثاب ميثاق الأمم المتحدة وده لو حصل هيبقى الكلام فيه شيء من الجدية بس برضو أشك مبارح بعد ما انتهيت من متابعة جلسة محكمة العدل الدولية قلت فتح الصحافة الإسرائيلية أسمع كده شوية صلاح واللي حسبته لقيته طبعا وهي لعبة بتلعبها أكتر من صحيفة غربية اللي هو بنقله الخبر اللي يعني بحيادية لكن يدسه السم في العسل بس في إسرائيل الجيروزولين بوست مثلا قالت إن حكم محكمة العدل الدولية المبدئي ضربة ديبلوماسية قاسية لإسرائيل ضربة منحت اتهام جنوب أفريقيا بالإبادة الجماعية شرعية ضمنية لا يا جماعة لا يا جماعة هي مش شرعية ضمنية دي شرعية حقيقية دي شرعية بحكم محكمة العدل الدولية شرعية مختومة بختم الأمم المتحدة بعد دعم أكتر من خمسين دولة للدعوة اللي رفعتها جنوب أفريقيا وبعد حكم المحكمة بفرض تدابير مؤقتة فجيين دلوقتي تقولوا ضمنية بقول لكم هو دا اللي أنا قلقان وشاكك بسببه الجيروزلين بوست بتنقل عن خبرة إن المفروض مجلس الأمن ينفذ التدابير بس الفيتو الأمريكي هيعطى للقرار أعتقد وحسب ما سألت الخبراء وردوا علي هنا أعتقد ما فيش فيتو على حكم محكمة العدل في هقارتس الكاتب اللي اسمه عيال جاروس قال إن الكارثة الإنسانية في غزة هي جوهر قرار المحكمة وفي مقاله بيأكد إن كل الردود الإسرائيلية بما فيها دفاع عن النفس ما قدرتش تبرر الكارثة الإنسانية اللي في غزة وبيأكد إن الحكم كان دلالة على فشل إسرائيل في إنها تمثل نفسها في المحكمة وده فشل جديد ينضم ليه سلسلة الفشل بتاعة نتانياهو معاريف بتقول إن القرار صعب وإسرائيل قدامها شهر بداية من المبارح المفروض تطلع فيه محكمة العدل الدولية على القرارات اللي خدتها وأنا من مكاني هنا